قال حكيم وجدت مثل الدنيا والمغرور بها المملوءة آفات كمثل رجل ألجأه الخوف إلى بئر تدلى فيها وتعلق بغصنين نابتين على شفير البئر ووقعت رجلاه على شيء فمدهما فنظر فإذا بحيات أربع قد أطلعن رؤوسهن من جحورهن ونظر إلى أسفل البئر فإذا بثعبان فاغر فاه نحوه فرفع بصره إلى الغصن الذي يتعلق به فإذا في أصله جرزان أبيض وأسود يقرضان الغصناء دائبين لا يفتران فبينما هو مغتم بنفسه وابتغاء الحيلة في نجاته إذ نظر فإذا بجانب منه جحر نحل قد صنعن شيئا من عسل فتطاعم منه فوجد حلاوته فشغله أكله عن الفكر في أمره والتماس النجاة لنفسه ولم يذكر أن رجليه فوق أربع حيات لا يدري من تساوره منهن وأن الجرزين دائبان في قرض الغصن الذي يتعلق به وأنهما إذا قطعاه وقعا في لهوة التنين ولم يزل لاهيا غافلا حتى هلك فشبهت الدنيا المملوئة بالآفات والشرور والمخاوف بالبئر وشبهت الأخلاط التي بني جسد الإنسان عليها بالحيات الأربع وشبهت الحياة بالغصنين الذين تعلق بهما وشبهت الليل والنهار وضورانهما في إفناء الأيام والأجيال بالجرزين الأبيض والأسود الذين يقرضان الغصن دائبين لا يفتران وشبهت الموت الذي لا بد منه بالتنين الفاغرفاه وشبهت الذي يرى الإنسان ويسمع ويطعم ويلبس فيلهيه ذلك عن عاقبة أمره وما إليه مصيره بالعسيلة التي تطاعمها